موسيقى مرحبا بكم في سلسلة كتب عربية مشاكسة من برنامج فصول كتاب اليوم أحدث دويا كبيرا بعد صدوره في الأوساط المعرفية والسياسية المصرية والعربية وكان سببا في اتهام مؤلفه بالمروك من الدين ورفع الضد وقضية في المحكمة بتهمة الطعن في القرآن ونسب النبي فصدر الكتاب من السوق ومنع نشره واضطر مؤلفه لإعادة طبعه تحت عنوان آخر بعد أن حذف منه فصلا كاملا وحذف بعض العبارات المشكلة سنحدثكم الليلة عن كتاب في الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين مرحبا بكم مجددا في العام 1926 صدر كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين يعني بعد عام واحد فقط من صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق الذي أثار زوبعة كبيرة في العالم الإسلامي وقد أثار كتاب طه حسين من الدوي وردود الفعل ما أثاره كتاب علي عبد الرازق من قبل كلاهما كان بمثابة كنبلة فكرية غير متوقعة كلاهما تحدى الفكرة السائد ولامس العصب الحساس لدى المجتمع الإسلامي إلا أن حفظ طه حسين كان أفضل من حفظ علي عبد الرازق فقد نجى من العقوبات القاسية التي تعرض لها زميله حيث حكم النائب العام المصري حكم ببراءة طه حسين من تهمة ازدراء الإسلام وإهانة النبي حسب الدعوة التي رفعها إليه بعض رجال الدين أما الكتاب فقد منع من التداول في مصر ومعظم الدول العربية واضطر صاحبه لحذف فصل كامل منه وتغيير بعض العبارات قبل أن يعيد طبعة تحت عنوان آخر هو في الأدب الجاهلي فما الذي أزعج الناس في هذا الكتاب يا ترى؟ الكتاب في الأساس يناقش قضية الشعر العربي الجاهلي الذي وصل إلينا من عصر الجاهلية دعا في هذا الكتاب إلى تطبيق منهج الشك الديكارتي في الشعر وبدأ هو نفسه بتطبيق هذا المنهج وانتهى إلى قناعة بأن هذه الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا ليست في الجاهلية أو ليست من الجاهلية في شيء يعني ما هو الشعر جاهلي وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر بما تمثل حياة الجاهليين وأن هذا الشعر الذي ينسب إلى مرء القيس أو إلى الأعشاء أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الناحية اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء ولا أن يكون كدقيلة أو أذيح قبل أن يظهر القرآن وفي عبارة أخرى أكثر اعتدالا قال إننا نرفض شعر اليمن في الجاهلية ونكاد نرفض شعر ربيع أيضا وأكل ما توجيبه علينا الأمانة العلمية أن نكف من الشعر المضر الجاهلي لا نقول موقف الرفض والإنكار وإنما موقف الشك والاحتياط إذن فطه حسين يشك في صحة الشعر الجاهلي أو في صحة الأدب الجاهلي برمته فما هي دوافعه لهذا الشك يا ترى وما المشكلة في ذلك؟ نتابع شكك طه حسين في صحة الشعر الجاهلي لعدد من الدوافع أولا قال لأن هذا الشعر لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب الجاهليين التي مثلها القرآن الكريم بصورة واضحة وقال إن القرآن هو الأجدر بالتصديق لأنه لا خلاف على ثبوته وأخذ يفصل القول في الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية العربية ويبين كيف أن القرآن عكس أو نقل صورة مختلفة للعرب عن الصورة التي نعرفها من الأدب الجاهلي أو من الشعر الجاهلي هذا الدافع الأول الدافع الثاني هو اختلاف اللغة يرى طه حسين أن هذا الشعر لا يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواه أنه قيل فيه ويستند في ذلك إلى أمرين الأمر الأول ما قاله عالم اللغة أبو عمر بن العلاء الذي قال ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا والثاني هو أن البحث الحديث البحوث الحديثة أثبتت فعلا وجود فرق جوهري بين لغة حمير في اليمن في جنوب شبلجزيرة يعني واللغة العربية الفصحة الشمالية التي نطك بها الشعر الجاهلي طه حسين يقول لك كيف نصدتك أن شعراء حمير مثل براء القيس وغيرهم وغيره كيف نصدتك أنهم كتحدثوا بالعربية الشمالية عربية قريش وهم أصحاب لغة مختلفة كثيرة علماء العربية القدامى يقولون أن لغة حمير غير لغة قريش التي كتب بها الشعر الجاهلي وعلم الآثار الحديث أيضا كشف فعلا أن لغة جنوب الجزيرة العربية يعني لغة حمير مختلفة عن لغة قريش ولغة القرآن فكيف يتحدث الكيس اليمني بلغة القرآن كيف يكتب شعرا بلغة القرآن وهذا سبب كافل للشك فيه عن طه عسين بل إن لهجات قبائل عدناد نفسها لهجات قبائل عدنان الشمالية تختلف لهجاتها من كبيلة إلى أخرى فكيف لم نجد في شعر هذه القبائل اختلافا في اللهجات في الشعر الموجود وهذا هو الدافع الثالث للشك أما الدافع الرابع والأخير فهو إن الشعر المسمى جاهليا لم يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفاهية يعني يكصد أن الرواية الشفاهية ليست موثوقة مثل الكتابة لكنه لم يفصل الحديث في هذا البنط وبعد أن قدم دوافعه في الشك انتقل للحديث عن أسباب وضع أو نحل الشعر الجاهلي في العصر الإسلامي واعتقد أن هذا الشعر اللي يسمى جاهلي كتب كله في العصر الإسلامي نحي لا يعني وضعه يعني كذبه وكتبه في العصر الإسلامي لماذا نحل هذا الشعر ونصبه إلى الجاهليين ذكر أسباباً مختلفة كان كذكر بعضها الناقد القديم ابن سلام الجمحي وهو أول من شكك في بعض الشعر الجاهلي ذكر طه حسين عوامل السياسة والدين والشعوبية والرواه والكصاصين الخراطين الكذابين هذه الأسباب كلها كانت من أسباب النحل في الشعر الجاهلي ثم انتقل في الفصل الأخير من الكتاب إلى الشك في شعراء معينين هم أشهر الشعراء الجاهليين يعني امرأ القيس شك فيه وعلقمه وعبيد بن الأبرص وعمر بن كلثوم وشكك أحياناً في وجود الشخصيات نفسها يعني قال الشخصيات نفسها مش موجودة وليس فقط في الشعر المنسوب إليها والحقيقة أنه قد قدم لفتات بارعة بلغة في غاية الجمال في هذه العملية تدل على نباهته وسعة الطلاع ليس لدينا وقت كافي لعرضها ويعني سنأتي أو المفروض أن نطرح السؤال المهم ما الذي أزعج المتدينين في هذا الكلام لماذا رفعوا عليك قضية على المؤلف وعلى الكتاب هذا كلام عن الشعر والشعراء فما شأن المتدينين به لماذا أزعج المتدينون الحقيقة أن كتاب في الشعر الجاهلي كانت تضمن عبارات قليلة فهمة منها اتهام القرآن بالكذب والتزوير والتشكيك في نسب النبي محمد نسب إلى إبراهيم وإسماعيل ونسب قريش بالكامل من هذه العبارات تحديداً عبارة شهيرة تقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ونحن مضطرون كما يقول إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلب بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى قال أنه اللي اخترع القصة هذه أراد أن يثبت نسب بين العرب واليهود لسبب ما طبعاً هذا الكلام كله قبل قيام إسرائيل ذلك كان في تسامح في الكلام عن اليهود والصلب بهم أما بعد قيام إسرائيل هذا الكلام كان صحب الكضايا المثيرة للجدل في الكتاب كثيرة لا وقت لعرضها ونفضل أن نختم هذه الفقرة بذكر مجمل الردود العلمية التي رد بها العلماء على هذا الكتاب كان أول من رد على طه حسين هو عدوه اللدود مصطفى الرافعي في كتاب بعنوان تحت راية القرآن صدر بعد شهور فقط من كتاب طه حسين ومن الذين ردوا عليه أيضاً محمد فريد وجدي ومحمد الخضر حسين ومحمد لطفي جمعة ومحمد الخضري ومحمد الغمراوي إلى علي الوردي من المعاصرين وغيرهم يعني حتى حسن حنفي ثم جاء في وقت اللحق الدكتور الأردني ناصر الدين الأسد وجمع هذه الردود أو أهم هذه الردود في فصل واحد من فصول كتابه رسالة الدكتورة القيمة جداً اللي هي بعنوان مصادر الشعر الجاهلي وهي بمجملها رد على كتاب الدكتور طه حسين وهو أفضل رد يعني رد شامل الجامع يعني مانع وسنناكش بعض هذه الردود مع ضيف الحلقة إن شاء الله الأستاذ محمد طلبة رضوان الباحث والكاتب المصري الذي سيكون معنا هنا في الاستوديو بعد قليل فهيا بنا إلي مرحبا بكم بجدداً أعزائي المشاهدين معنا في هذا الحوار الأستاذ الشاعر والكاتب المصري محمد طلبة رضوان لنناكش معاً كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين مرحبا أستاذ محمد أهلا بك بعد مئة سنة من صدور هذا الكتاب حوالي مئة سنة وحوالي خمسين سنة من وفاة صاحبة في ثلاثة وسبعين هذه الرحلة بعد هذا العمر كيف يمكن أن نقيم جهود دكتور طه حسين بشكل عام وهذا الكتاب بشكل خاص أولاً أعيز أقول لك نسعيد جداً أن أنا معيك أنا أشعر والعلاقة تطورت من أن يقارئ إلى أن يضيف أهلا أشعر الحياة إحنا عندنا مشكلة كبيرة في تقييم جهود أي مفكر بعد ما بيمر وقت طويل يعني من السهل جداً إحنا نقعد نهارده في 2021 ونقول والله من سبعين سنة أخطأه في كذا ومن ستين سنة أخطأه في كذا ومن خمسين سنة أخطأه في كذا ونعمل ده حتى مش بس مع المشروعات الفكرية حتى مع المشروعات الإبداعية يعني أنت النهارده إذا حاولت بمعايير الحدثة تقيم أحمد شوقي هيطلع معاك أحمد شوقي ليس شعراً على الإطلاق حتظلمه بينما هو كان أمير الشعراء في زمنه لو حاولت تقيم الجواهري نفس الشيء لو حاولت تقيم حافظ إبراهيم نفس الشيء لو حاولت تقيم حتى شعراء رومانسية علي محمود طهى محمود حسن اسماعيل نفس الشيء لدرجة أنه يعني مع تطور نظرتنا للفنون والأداب أنت ممكن تقيم شعراء مثلاً مرحلة التسعينات اللي إحنا كنا فيها قراء وبدأنا نكتب وتلاقي أنه لا التجربة ما بقتش بالشكل ده والشعر الواحد في مراحله المختلفة والمفكر الواحد في مراحله المختلفة لما بيقيم نفسه من عشرين سنة كتب إيه بيلاقي أنه المسألة اختلفت وتطورت صح فإذا ما كناش هنقدر نقيم أي كتب أو شعر أو فنان وفقاً لسياقه وقرأته في تاريخه وقراءة الممارسات سواء السياسية أو الفكرية اللي أنتجت الأفكار وقراءة الزمن كله إيه اللي كان متوفر فيه من الأدوات التحليلية إيه كرهاته إيه مشاكله إيه الأسئلة اللي الرجل ده كان عايز يجاوبها الحقيقة هنقيمه بشكل خاطئ طه حسين إذا أردنا أن نقرأه يعني هو في النهاية بشر وشخص نسبي لازم يقرأ داخل تاريخه فأنا أتصور أنه طه كان ابن جيل اللي هو ما بعد جيل الرواد ما بعد رفاع الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وخارد الدين التونسي يعني الجيل بتاعه جيب بعد ما فشل الجيل الأولاني فيه أنه من داخل التراث ومن داخل الذات الحضرية وباقتراب خفيف جدا وحذر جدا من الآخر يقدر يعمل حاجة مقدش وهم كانوا شايفين أنه الطريقة الإصلاحية يعني لم تتجاوز بينها اللي هو الحضرية الكبيرة اللي بيننا وبين الغرب وأن الطريقة الإصلاحية في النهاية النتائج هي هي وأنه الناس دي على الرغم مما بذلوه محمد عبده والأفغاني والجيل ده كله في الآخر عندهم مثلا ثورتين اللي اتنين فشلوا الثورة العربية وثورة 19 اللي طاعصين هو وجيله شافوها وتمنوا أن الأمور تبقى مختلفة زي ما احنا كنا بنتمنى في الربيع العربية فإذاً احنا محتاجين نجرب طريقة أخرى وهي الصدمة الحضرية احنا محتاجين نقول للمجتمع ده فوشه أنت مجتمع متخلف وانت مجتمع فاشل وانتوا خايفين من الغرب نحن وسنقترب من الغرب انتوا قلقانين من الثقافة الغربية سننقل الثقافة الغربية بحلوها ومريحة حتى بعض الصياغات تجد أنه هو لو أنت بتتكلم مع طاعصين زي ما بتتكلم معي دوقتي هيقول لك أكيد يعني ما كنتش أصد كده لكن المجتمع في التوقيت ده كان عايز كده وأنا أتصور أنه تقييم طاعصين كمشروع وتقييم الشعر الجاهلي كحلقة من حلقات هذا المشروع لا يمكن أن تخرج عن هذه القراءة وهذا السياق جميل أنه في واحد مهتم بترحي السؤال أكتر من الإجابة ومهتم بالاشتباك النقدي أكتر من النتائج ومهتم أنه يواجه المجتمع بمشاكله بصرف النظر عن المقالات مهتم يبدأ من النقطة نعم يعني أنت بلغة سامح كريم أو كريم نعم عنده كتاب بعنوان ماذا تبقى من طه حسين بتأتكد بعد هذا العمر كله ما الذي تبقى من هذا الجهد هو في زمنه نعم كان صاحب بصمة خطيرة وكان جديد تماما يعني ومستفز تماما لكن اليوم ما الذي يمكن أن بعد جردة التي ترث طه حسين ممكن نقول أنه ترك بصمة معينة ما هي هذه البصمة يعني لا أنا أتصور أنه ترك مدرسة طه حسين في النهاية أثار سؤال التراث بجرأة شديدة وأعتقد أنه أقوى حلقة في مشروعه كانت المنهج وأضعف حلقة في مشروعه كانت تطبيق هذا المنهج يعني المنهج الشك والرجوع إلى الأصول الفكرية للفكر الحديث كله والعلم الحديث وأعمال العقل والأفكار اللي هو طرحها بجرأة وبقوة وطبقها يمكن بتعميم أحيانا مخل وطبقها أحيانا بجرأة زيدة ويعني ينطبق عليه أنه أحيانا كان فيه تهور كمان هو ده اللي بقي هو ده اللي تلامز طه حسين استفادوا منه وإلى الآن إحنا ما تجاوزناش بالمناسبة سؤال طه حسين إلى الآن والغاية دلوقتي ما أظناش نحن عندنا الجرأة الكافية لمواجهة المجتمع زي طه حسين وكل الناس اللي بتحاول تقرب مجرد الاقتراب يعني الكثير بالنسبة للمحافظين اللي هم إلى وقتنا هذا بيخرجوا منتصرين من معركهم مش لأن عندهم حاجة لكن لأن الدول دي كلها العروش دي كلها والجيوش دي كلها والكروش دي كلها تربط على الأفكار دي فعندهم ترسانة بالدافع عنهم فأنا أتصور أنه ساب المنهج وساب مدرسة من بعده سواء في الدراسات الأدبية أو في الفكر فكر الإسلامي والفكر الإنساني وبالمناسبة فيه كتب كتير طلعت بتكمل وراء الشعر الجاهلي وبتتجاوز الشعر الجاهلي وبتنتقد الشعر الجاهلي كلها لتلامزة طه حسين وأنا بشوف أنها كتب لو أريناها برضو بمنطق القارئ بتاع القرن الواحد وعشرين هتلاقيها كتب أهم من الشعر الجاهلي وأنضج من الشعر الجاهلي لكن الحقيقة أنهم كلهم أبناء طه حسين ولولا الشعر الجاهلي ما كانتش الكتب جيت ألفت حد مثلا وأكيد يعني حضرتك أريده دكتور مصطفى نصر ما يكتب قراءة ثانية فيه شعرنا القديم كتاب بديع في منتهى الجماد وفي منتهى النضج صدر عن دار المعرفة نعم وكتاب ستناتي صدر أظن النسخة لأنا أريدها كان اسمناها دار الأندلس مش فاكر بس هو صدر عن علم المعرفة طلعت أظن معظم كتب دكتور مصطفى آه هو صدر عن علم المعرفة صحيح بس أنا أريدت نسخة دار الأندلس يعني أنت لما تقرأ الكتاب لولا الشعر الجاهلي ما كانش مصطفى نصف بدأ من النقطة دي ووصل للنقطة دي كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا فأنت لما بتبص المشوار طاع حسين النهاردة طبعا فيه كتب ما زالت بقية كما هي مرآة الإسلام لحد النهاردة تقدر تقرأه وتخرج منه حتى الفتنة الكبرى الفتنة الكبرى لحد النهاردة احنا ما تجاوزناش ده صحيح طبعا فيه بعض الدراسات حولت بس مش بأسلوب طاع حسين وطبعا فيه روايات بقى يعني لو لا شجرة البقس ما كانش هيبقى الحرفيش صحيح ديما لحمة العرب دعاء الكروان لو لا دعاء الكروان يعني دايما طاحسين كان تأسيسي وتيجي الناس بعد كده تبني وراه حتى نجيب محفوظ أيل كده صحيح أنا تأثرت بشجرة البقس ولولاها يمكن ما كنتش عرفت أنه فيه روايات التاريخ هو البطل فيها صحيح فهو طاحسين دايما كان بيأخذ على عتقي هذه المهنة هو في العادة لما يؤرخ لطه حسين يبدأ المؤرخون من كتاب الشعر الجاهلي مع أنه لو تفقدنا تاريخ الرجل ممكن نرجع قبلها بسنوات يعني هو بدأ تطبيق المنهج الحديث مع عشر سنين قبل عشر سنين صحيح هو أصدر الشعر الجاهلي 25 صحيح وكتب مقالة سنة 15 عن الخنسات عام 15 عن الخنسات شكك في شعرها بالضبط يعني المسألة كانت هاجس عنده من قبل الشعر الجاهلي ومن قبل مارجليوث يكتب ومن قبل المسألة كانت حضرة هو في الكتاب هنا وسنأتي إلى سؤال مارجليوث في مقدمة الكتاب يقول هذا الكتاب طبعا صدر في 25 سنين من أنت عارف نعم 25 هو بيقول أن هذه الأفكار أنا فقط قيدتها وإلا هي أفكار كديمة طرحتها على تلاميذي طيب إذا كان طرحها على تلاميذي قبل 25 فمعناها أنها في 26 معناها أنه على الأكل كان بيتكلم فيها في 25 و24 و23 في حين أن مارجليوث كتب كتابه في 25 مقال فقط نعم ترجمه عبد الرحمن بادوي نعم ترجمه بعدها بعد الأزمة نعم ولاحظ أنه في التاريخ ده كويس أنك قلت الأرقام في التاريخ ده لو قارننا ده بتاريخ ميلاد طاع حصين طاع حصين كان عنده 38 سنة لما صادر الكتاب ده يعني كان شاب أصغر مننا إحنا الاثنين كده ف38 سنة يعني مش بس أن اللحظة التاريخية بتفرض موجة المجتمع كمان اللحظة العمرية أنت بتتكلم في شاب صحيح وأنا دائما بشوف أنه كتابات ما قبل الأربعين دي يعني لا يعول عليه سواء في الفكرة أو في الإبداع نادرا لما تلاقي قبل الأربعين حاجة منورة كده يعني ومع ذلك الرجل كان حاضر في مؤظم الكتب المشاكسة آنذاك يعني كان حاضر في كتاب علي عبد الرازق الإسلام أصول الحكم في المقدمة هم كمان حضروا زي العفريت كده آه كانون المسكولي هو اللي كتب الكتاب وعلي عبد الرازق حتى اسمه صحيح وحضر في كتاب أضواء على السنة المحمدية هذا الكتاب الإشكال الآخر لأبي ري وحضر كمان في كتاب الفن القصصي في القرآن فكان داخل زي الأخطبط في مختلف والحقيقة ملع الدنيا وشغلنا طيب لو في العادة كان يحلل البعض أن يقارم بين قامة كطه حسين وقامة أخرى مثل العقاد يعني أنيس منصور كان مغرم بهذه المقارنات باستمرار أنت كيف ممكن تشوف المقارنة هذه؟ كيف تكيمها؟ احنا بالنسبة لنا طبعا المسألة في زمنها برضو وفي سياقها كانت يعني دربي لكن بالنسبة لنا احنا قرأنا الاثنين واستفدنا من الاثنين وتعلمنا من الاثنين وإن كنت بعين المحلق فوق التاريخ يعني بيشوف المسألة بقى بعد ما اكتملت وبيشوف مقالتها قدر أقول أنه حسين كان عنده مشروع لكن العقاد كان مشروع الوحيد منه يبقى كاتب يعني العقاد كتب في موضوعات مختلفة ما فيش خط فكري واحد ما فيش هاجس ما فيش قلق نعرفي بالعكس من مرات كتير العقاد بينطلق من دجمة ويدافع عنها أيوه في كتبات تعلمنا منها طبعا إسلامياته تحديدا هي السبب في أنه عاش لحد النهاردة لكن مثلا العبقريات تحديدا نعم العبقريات وحقائق الإسلام والعبقريات هو أباطل الخصوم وغيره والسير السير كمان كانت الحياة السير حتى السياسية هو كان تقريبا متخصص في كتابة السير الفردية يعني يمكن عمره لا في مرة واحدة وجدت له مكان عن كوريا وإلا تقريبا لم يكتب عن تاريخ الجماعات أو عن تاريخ الدول كان كله كتابات عن أفراد لا هو حتى كتب بس الحقيقة كتاباته برضو محدودة وفي زمنه ولما تقرأ أعماله الكاملة طبعا حاجات كتير تجاوزها الزمن وحاجات كتير يعني هي ضعيفة حتى في وقتها يعني هو مثلا الأستاذ العقاد كان مصمم منه شاعر والحقيقة أضع في حلقة في كتاباته كلها هي شاعر حاجة يعني شديدة الزراع صحيح هو مثلا مع أنه عنده عشر دواوين تكريبا يعني ما هو بالشكل المفرض أنه شاعر يعني لغة زي الصخر يعني تعالى مثلا على الرواية وكان شايف أنه مر رواية يعني أكتب رواية وكتب صارة والحقيقة رواية لم تعيش صارة قالوا أنها لمديحة كامل كأنها تاريخ لمديحة كامل مديحة يسري مديحة يسري مديحة كامل كانت لسه لا طفلة يعني لا الكبيرة مديحة يسري كان فيه علاقة حبه صحيح ويبدو أنها خانته صحيح لا خالص هي ما شفيته أو تركته يعني هو كان رجل عجوز وهي كانت كبيرة هي كانت صغيرة أقصد يعني وكانت نجمة وسعيدها وكانت بالتعامل معها زي ما تكون زي ما تكون أبوها يعني يعني هو يبدو تصور ذلك يعني لتعلمت منه وعنده سؤال حاضر لحد النهاردة عبر تلاميذه سواء النقاد أو المفكرين نعم هو في جوانب معينة ممكن ننصف فيها العقاد إلى حد ما كما فعل صعد مصلوح وهو ناقد عربي طرح سؤال ضريف للغاية هو سؤال أيهما أكثر ثقافة أو أيهم أكثر ثقافة من الناحي المعرفية والغزارة المعرفية هل العقاد أم طه عسين أم الرافعي وأجرى دراسة لطيفة حشد لكل واحد ثلاثة ألف كلمة من السيرة النبوية أو من موضوعات متشابهة وخرج بنتيجة حسب الإحصاءات الركمية يعني طرح معياره وتعدد الألفاظ يعني وثراء الألفاظ المعجم أي وثراء المعجم اللغوي ووصل إلى نتيجة بأنه العقاد أكثرهم ثقافة طه حسين لغة موسيقى إقاعية يعني والرافعي كان لغة تصويرية وربط هذا بالعاهات وهذا هو شيء الطريف في الكتاب كان طبيعي لأنه العقاد طه حسين يتحسس العالم بإذنيه فطبيعي تكون لغته إقاعية وموسيقية بينما الرافعي يتحسس العالم بعينيه لأنه كان عنده يعني كان أطرش يعني فمن الطبيعي أن تكون لغة تصويرية أنا عجبني هذا هو الحقيقة البناحي لكن أنا مختلف أنا بشوف أن طاح حسين هو الأكثر ثقافة وأنا بشوف أن طاح حسين هو المثقف بألف ولم تعريف لأنه أولا أفكاره كانت متسقة مع ما يكتب ثانيا هي المسألة كميا أكيد لصالح العقاد وهو يعني كان مكينة قراءة لكن التجربة بتقول هو المنهج أنت قلت المنهج هو اللي ميز طه حسين بالفعل والوعي وبالضبط هو المشروع أنت ممكن تقرأ آلاف الكتب بس ما تبقاش قادر على إجابة ما الواقع هو السؤال اللي حير أو يعني السؤال اللي بيقوم عليه الفكر الإنساني كله في تأدير يعني أنه ما الواقع مين اللي يقدر يلتقط حساسية عصره ويتحول من مجرد كاتب إلى أنه يبقى خلاصة عصره صحيح أنت عايش فين وواعي بزمنك بيحصل فيه إيه ولا لا العقاد مع كل التقدير والإحترام أنا بتصور أنه تحسين في حتة تانية أحنا طبعا خرجنا شوية عن الموضوع دي مشكلة أن المزيع يبقى مصطف الله يحفظك نرجع للموضوع من ثاني طبعا في العام 26 صدر الكتاب وقبلها كان في العام 25 صدر كتاب علي عبدالرازق نعم صدر قبل الكتاب ده بسنة بسنة واحدة هذا في 26 أظن ده 25 وعشرين أظن 25 أظن هذا 26 يعني نعم هو الذاكرة لنا نعم 25 وعشرين لأنه سقطت الخلافة تكريبا في 24 وصدر بعدها كتاب علي عبدالرازق بسنة صحيح 25 وعشرين 25 وعشرين خلنا نقول كده لما نشوف بعدين نراجع الأمور أنا ربطت الموضوع ربما بصدور قرار ملكي أو أمر ملكي في عام 23 بحرية الاعتقاد وحرية التعبير صدر قرار رقب 42 فيه مادة تقضي بحرية الاعتقاد هل تعتقد أنه لهذه المادة كان تأثير على الكتاب حيث صاروا مطمئنين يكتبوا براحتهم ويعبروا عن قناعاتهم براحتهم مادم في قرار ملكي يحميهم؟ هشوف الهم العربي واحد في هذه المسألة الكلام سواء في القرارات أو الدستير كلام على ورق عايزة أقول لك مثلا أنه مصر النهاردة في وقت ما أنا وإنتا بنتكلم فيها دستور باب الحريات فيه يعني يتفوق على بعض الدستير الأوربية وها أنت ترى حل صحيح فهي المسألة الدستور يعني زي ما المستشار طري البشري بيقول كده يعني مش كلام بنكتبه على الورق وبعدين الواقع بيتبعه العكس والصحيح أنه الدستور بيعبر عن واقع موجود على الأرض بالفعل وإحنا بس حابين نقبده يعني فأنا أتصور أنه والدليل على كده ما حدث مع طاعة حسين بعد في الشارع الجهلي أنا أتصور أنه محرط طاعة حسين هو قلق المعرفي وليس أي ظهير سياسي يمكن أن يسنده بالعكس ما حصلش خالص أن حد وقف معايا المعركة دي طاعة حسين خدها وحده وخرج منها في تقديري منتصرا يعني مش بأفكاره مش كل أفكاره كان صحيح لكن قدر يكمل بعدها ما قدروش يغتلوا معنويا زي كتاب كتير ما قدروش يفسروا ويبعدوه عن الحياة العلمية زي علي عبد الرزق مثلا اللي تم يعني شلحه من المؤسسة الدينية وتجريده من أي قيمة علمية أو فكرية كما يعني ينسى كأنه لم يكن بتعبير درويش يعني تنسى كأنك لم تكن فأنا أتصور أنه لا ما كانتش السياسة هي الدافع لطاعة حسين بقدر ما كان القلق المعرفي والهم لطاعة حسين وجيله وشلوه إزاي الأمة تتجاوز أنا أؤكد هذا أيضا بشاهد من مذكرات مصطفى عبد الرازق يعني أنه كان هم الكتابة في هذا الموضوع بالنسبة لعلي عبد الرازق كان يسبق سقوط الخلافة يعني من وقت مبكر كان عنده هذه الفكرة وطاعة حسين كما لاحظنا عنده النزعة هذه من عام 1915 وهو بيشك في شعر الخنساء أنا في تقديري أنه طاعة حسين عنده النزعة دي منه هو شاب محافظ يعني أنت لما تقرأ مقالاته الأولى بالمناسبة من الجهود الطيبة اللي عملتها دار الوثائق القومية عندنا في مصر منهم جمعوا مقالاته في كل مراحل حياته ونشروها أربع مجلدات أو خمس مجلدات وكنت بتصفح مرة طاعة حسين كاتب مقال بصفته بقى الأزهرية يعني بصفته رجل شيخ معنم بيقول فيه أنه الظرف التاريخي اللي سمح فيه للمسلمين رجال يعني أنهم يتزوجوا من غير المسلمات انتهى وأنه إحنا النهاردة ما يقدرش الرجل المسلم يتجاوز مسيحيا فده طاعة حسين اللي تتجاوز سوزان بعد كده اللي هي مسيحية وفرنسية آه طبعا سوزان سوزان حبيبته يعني وعينه اللي كان بيشوف دي فقلق إحنا محتلين من البلاد دي وفيه يعني لازم يحصل تمايز على كل المستويات من ضمنها أنه يعني ما يبقاش في بيوتنا ناس بينهم مختلف ودول يعني بتعبيري اليوم كده طابور خامس فده طاعة حسين وهو سلفي وهو يعني في مرحلته المحافظة جدا كان عنده الهاجز بتاع التمرد على فكرة أنه مش كل اللي ورثنا صحيح مش كل مرسنا صحيح أو مش كل مرسنا يصلح يعني مش بالضرورة ممكن يكون صحيح برضو في سياقه الزمن فالنزعة موجودة في شخصيته وبالمناسبة كتير من كتابنا اللي بيقودهم فوق أهمهم المعرفي وفوق قلبهم المعرفي أنه الشخص نفسه بيبقى مختلف عن الشخص اللي عنده استعداد أنه هو يحفظ مجموعة من الأفكار الجاهزة ويرددها طوال حياته وده طبعا أكيد مش مفكر ده بالكتير خالص مدرس معلم يعني أنه إيه الفرق بين عالم النحو وبين معلم النحو معلم نحو بيدرس أهل الكوفة قالوا إيه أهل البصرة قالوا إيه وبياخد خلاصات وبيبسطها وبيقولها للطلبة لكن العالم هو اللي في النهاية عنده هم التجديد وهم الحذف وهم الإضافة وهم دراسة السياقات وده تشكل في المجتمع شكله إيه وده تشكل في المجتمع شكله إيه ومجتمعنا النهاردة شكله إيه وإيه اللي المفروض نقدمه للناس وإيه اللي المفروض نحذفه بكثة تانية شديدة للتركيب ولذلك دائماً تلاقي المحافظ مش قادر يستوعب منطق المجدد لأنه الفرق بينهم مش بس فكري الفرق بينهم مش شخصي صحيح طيب لو عدنا للكتاب أنت ماذا ترى يعني أكوى حجة قدمها طاعة حسين في نظريته حول الشك في الشعر الجالي أكوى حجة ما هي هي المسألة مش نصية بقدر ما هي موضوعية يعني أنا بتصور زي ما قلت لك أنه مصدر القوة كان في المنهج نفسه ومصدر ضعف كان في تطبيقه لأنها هذا شأن المحاولات الأولى ودائماً المحاولات الأولى تتميز بالحماس وبالشطط لكن لو لم تكن لن يكون يعني ما تلاحى وما بعدها فمصدر القوة هنا هو فيه ما بعد الشعر الجهدي وبالمناسبة ما بعد الشعر الجهدي مش بس متعلق بالجيل اللي جيه بعد طاعة حسين بطاعة حسين نفسه وهنا نقطة مهمة جداً إحنا دائماً نقرأ صياغات أنا بشوف أنها ركيكة يعني لبعض الناس المتصورة أنهم بيدفعوا عن طاعة حسين فيقولوا والله هو تراجع وتاب ما عرفش تاب عن إيه الحقيقة الأفكار في النهاية يعني ما هيش ذنوب حتى لو فكرت بشكل خاطئ فده اجتهات خاطئ عليه أجر نشوف الإسلام إلى أي مدى كان راقي في تقييم فكرة أنك تبدع حتى لو أخطأت وقادي إحنا ما مدناش الخط على استقامته ونظرنا لده رحنا في حتة تانية خالص لأن الفكر الخاطئة بالضرورة زند يستحق التوبة طاعة حسين لم يكن يتعامل مع الفكر بهذا الشكل هو طول الوقت رجل متغير طول الوقت رجل يتجاوز نفسه ويعيد بناء نفسه من جديد يتجاوز النقطة التي يقف فيها ويذهب إلى نقطة أخرى فهو تجاوز الشعر الجهلي أنا أرى نعم طاعة حسين تجاوز الشعر الجهلي ولما تقارن ما بين الشعر الجهلي وبين مرآة الإسلام مرآة الإسلام تشعر أنه فيه شخص بيرد على يعني لو تشعر أنه فيه طاعة حسين تاني بيرد على صحيح بالله فيه نقطتين اللي هي نقطة الشعر الجاهلي معبرا عن بعض العقائد الحياة الجاهلية والعقائد الدينية الجاهلية العقائد الدينية الجاهلية وفيه نقطة نسب العرب ونسب النبي التاريخ السلالي عموما نعم وبعض الناس تتصور ان ده نقيسة ودي حاجة كوميدية انه انت قلت 48 سنة كذا ورجعت غيرت أنا لو ما غيرتش نفسي بعد ثلاث شهور أبقى مش موجود في الدنيا أنا كل يوم أقرأ كتاب علشان كل يوم أتغير صحيح فهو كان يتجاوز ده وما يرجعلوش تاني عارف نفس المثال هو كان بيتعامل بروح المبدع انت لو كتبت قصيدة سنة 90 النهاردة علشان تكتب هتلاقي نفسك أنضج وأقوى في أدواتك وفي قدرتك في التعامل مع اللغة ومع السابك مش هترجع تعيد كتابة القصيدة دي تاني وإلا تبقى مش فاهم القصيدة دي بنفسها كده علامة على تاريخك في الوقت دوت وقدرتك في الوقت دوت ابدع حاجة جديدة والجديد هو الوحده هيجب بالقديم الحسنات يذهبنا السيئات اللي خلاني أطرح السؤال أنه واحد مثل الدكتور ناصر الدين الأسد قال أنه كانت أكوى حجة للرجل هي استشهاده بعلم الآثار الحديث في الفارق بين لغة حمير واللغات الشمالية فقال أنه فعلا هذه حجة وجيهة واضحة جدا برضو وجيهة في زمانها لأنه احنا تجاوزناها وكيف تجاوزناها؟ تجاوزناها حاجة أنه وده برضو مش الدعاء للحكمة بأثر رجعي بعض الأفكار التي ترحت دكتورتها ثبت أنها كانت خطيئة بس ثبت أنها كانت خطيئة بتطور علم اللغة التاريخية بتطور الأنثابولوجيا الطبيعية بالنقوش التي ظهرت لنا بالحفريات التي طلعناها كل ده تحسين ما كانش المفروض يقرى الغيب يعني احنا كيمنيين يعنينا كثيرا امرق القيس طبعا امرق القيس اه يعني الرجل كان شعره غير انا حقيقة هقولك على حقيقة نعم انا فاكر أني لما قرأت الكتاب وطبعا انت عارف امرق القيس احنا انت دايما لازم تبدأ بواحد من الاتنين يا إما امرق القيس يا إما المتنبي فأنا قلت لنفسي امرق القيس بالملاحظة السريعة البديهية يعني احنا في مصر نقول القصاي دي كلها مية واحدة معرفش تقوله ايه في اليمن يعني مش وحدة عضوية في قصيدة واحدة وحدة عضوية في مشروع اللي كتب ده هو اللي كتب في بصمة مائية دي مسألة بالضبط دي مسألة بتتقاس بالزوء يعني فهل ده يقول انه الشعر مش منتحل لا ممكن يبقى منتحل بس من هذا الذي ينتحل مشروع بهذا الجمال ثم ينسيبه الى غير يعني انا افهم انه عشرين واحد ينتحلوا عشرين قصيدة ويقولوا ده ديوان منسوب ده هذا ديوان منسوب لمريل قيس او لأي حد ماشي الحال والمسألة هتظهر هيبقى فيه اختلاف انه ممان الذي ينتحل سفر بهذا الجمال ثم ينسيبه الى شخص اخر في ملاحظة كمان وصلها الشيخ محمد الخضر حسين في معرض رده على طاع حسين رغم ملاحظات الكثيرة على هذا الرد لكن هو برضو وصلها بالمنطق البسيط وعلم اللغة التاريخية والانثروبولوجيا والحفريات اثباته ده واشار ليه حتى نالد كيف اللغات السامية وهي انه المسألة انه لغة الشماليين مختلفة عن لغة الجنوبيين هذا كان واقع زي ما طاع حسين قال لكن ليس قبل البعثة المحمدية بكثير يعني كان واقع يسبق البعثة المحمدية بقرون الخضر حسين وصلها ازاي بقى وهنا نقطة زكية المفروض الحقيقة نحيي جدا عليه قال لانه ليس من المنطقي ان يوحد الاسلام اللهجات العربية بهذه السرعة نعم وان تتمازك بهذه السرعة صحيح وان يكون مجرد وجود القرآن سبب لانهم كلهم يتحدوا بهذه السرعة لو لم يكن هناك مقدمات قبل الاسلام ما كانت هذه الوحدة بعد الاسلام ولما تلاحظ في المراشلات وفي المخاطبات اللي كانت موجودة ما كان فيه مترجم يعني لم يسجل التاريخ أبدا صحيح القرآن كبير مرحلهم هما نطقوا بلهجة مختلفة لكن فهموا يعني اللفظ مبنى ومعنى واحد لكن طريقة النطق هي المختلفة والمناسبة كمان طبيعي انه مع بداية التدوين في القرن الثاني الهجري خلاص المسلمين كانوا كلهم يتكلموا له تقرأيش بقى القرآن واحد المسألة وخلاف اللهجات ما كانش مبرر لانه حد يتجاوز هذه اللغة فمن الطبيعي لو انا راوي ان انا ساروي من الشعر ما يتناسب مع لغة القرآن وسأستبعد الباقي يعني الدكتور طعصين كان دايما يقول اين الحياة الجاهلية فيما روي اين الاختلاف في اللهجات الاختلاف في اللهجات كان قائم لكن احنا ما رويناهوش لم نرويه ده مش معناه انه الشعر انتحل ده معناه انه الشعر الذي كان يعبر عنا قصده دكتور طعصين اكثره قومي لانهو لم يعود معبرا صحيح عن الذات الحضرية للعربي في القرن الثاني الهجري هو ما بقاش مطالب بتراثه وهنا نقطة مهمة صحيح انهو ما تعملوش مع تراثهم بتمجيد هو تعامل مع ما يتناسب مع لحظته التاريخية من التراث انتقى فواضح انه هم كمان كانوا الى حد كبير انضج مننا في التعامل مع تراث في تعقيدات صحيح وفي جزئية انه اهل اليمن كانت لهم لغة مختلفة من الملاحظات الغريبة اللي طرحها انه حتى الشواهد الكبور الشواهد على الكبور لم تدون لم تدون شاهدا شعريا واحدا بلغة اليمن طبعا هذا مبحث محتاج شغله طويل لكن مثلا على مستوى الاسماء حتى على مستوى الاسماء نحن نجد انه الاسماء متشابهة الى حد كبير موش بس قبل البعثة بسنوات قليلة وانما بسنوات بعيدة نقول دكيبان كده في لغات السامية نعم يعني نجد اسم عبدالله واسم شرحبيل واسم مثل الاسماء للشمالية موجودة صحيح عموما هناك نقطة بس هنا في نقطة قبل ما نخلص دي نعم ليس معنى ذلك انه ان الشعر كله صحيح النسبة للجاهليين نعم طبعا كان فيه انتحاد لكن ليس بالتوسع الذي صحيح صحيح يعني في لما تجيه للدواوين للشعراء الجاهليين تجد في كل ديوان شخصية واضحة مستقلة مختلفة عن شخصية الديوان الآخر وهذا لو كان صادر عن وضع الشعر كحمد الراوية وخلف الأحمر ما كان ممكن يعني تتعدد الشخصيات أو البوليفينيا كما يسموها اليوم ما كان ممكن عموما فيه نقد فني كثير ممكن يقال في هذه الناحية لكنه تخصصي كثيرا وأكاديمي احنا عايزين نتكلم مع المشاهد العام طيب فيه نقطة يعني تحتاج وقفة وأظن أنك تشاركني في الاهتمام بها كثير ما حرص النقاد على القول بأنه هذا هذا جهد مستلب أو بلغتهم أغار على جهد مرجوليوث والمستشرتين الحتة دي دايما ما يركزوا عليها في كل من تشابه إنتاجه مع إنتاج الآخرين الحتة دي ده كده يمني ولا أنت عشان لا علشان ضيفي مصري احنا اتفقنا أنها تبقى دردشة لأنه من الصعب لا صعب يكفي أن احنا مع الشعر الجاهلي بلاش غم فكويس أنا مبسوط والله بس اليمنين بيفهمونا أنا عارف كده أنا عارف أن الشيخ كشكة عندكم يعني محبوب جدا لا كله احنا مصريين احنا الشعب المصري الثاني الله يخليك شرف لنا شوف يا سيدي أنا عايز أقولك أنه الكلام ده مستمر حتى الآن بكل أسر فكرة أنه تعجز عن مواجهة فكرة فتلجأ إلى تشويه صاحبها وادعاء أنه سرقها أو أغار على غيره والحياة بقيت تتعامل دلوقتي بجرأة أكبر مش عايز أقول أسماء بس لأنه بعض الأسماء منهم ناس في السجن ربنا يفوق سجنهم وفي نفس الوقت لما يخرجوا يعني يريحون منهم يعني أنه والله عصام القيسي كاتت فكرة فبدل ما أنا أناقش فكرة عصام القيسي هقول لك مثال دلوقتي أنت عارفه بس مش هنتطرق لصاحب المثال فأنا أقول والله ده عصام القيسي من عشرين سنة كان في دبي وأرى كتاب لمحمد شحرور فأخذ الفكرة وبعدين راح للمستشرق المعرفش مين فقال له إيه وتلاقي قصة دمها خفيف كده شبه القصاص والوعاظ بتوع القرن الرابع الهجري فتقعد تسمع وتسيب العلماء وتسيب الفكرة الأساسية وتقعد تسمع الرجل اللي مش ممل ده يعني اللي بيقول كلام بسيط ودمه خفيف لكن الحقيقة هو كذب محط طاع حسين وجه بأنه سرق مارجليوس يمكن لأن مارجليوس سبقه بنشر مقالة بعنوان نشأة الشعر الجاهلي قبل صدور كتاب طاع حسين بسنة نعم وإحنا من شوية صغيرين أنا وإنت قلنا إنه طاع حسين كتب عن التشكيك في وجود الخنساء قبل كتاب الشعر الجاهلي بخمستاشر سنة عشر سنين بعشر سنين يعني قبل مقال مارجليوس بتسع سنين يعني الهم كان موجود عنده من قبل كده لكن مش ده الدليل واحد هي القصة كلها بدأت بالمناسبة عند أحمد تيمور أحمد تيمور بعد صدور الكتاب إحنا لازم نعترف في النهاية إنه مهما كان البيئة العلمية فيها ناس على قدر من الثقافة ومن الوعي إحنا في النهاية بشر صح في غيرة وفي حقد وتباغض علمي وفي إنه ليه ده متلمع بشكل أقوى وليه ده واخد مكانة بشكل أقوى وليه ده يثير كل هذا الجدل ولازم نطلعه غلطان ولازم نطلعه لص ولازم نطلعه لا يستحق كل هذه المكان فوقتها محمود شاكر كان شاب صغير وكان من تلامزة طاحسين وأحمد تيمور أوعز لمحمود شاكر بإنه عشان هو ما يقدرش بنفسه يتورط في حاجة زي كده يعني إنه خد إقراء المقال ده هو المسروق منه كتاب طاحسين وللأسف الدكتور محمود شاكر راح نطلع عليه في هذه المرحلة لأنه تراجع بعد كده نعم تراجع كتابة حتى مش حواديث زي اللي بتتحكي عن طاحسين بدأ يقول لكل الناس في الجامعة إنه الكتاب مسروق وإنه الكتاب أصلاً لمرجليوث وإن الفكرة لمرجليوث ولم يكلف أحد خاطره قبل أن يشيع هذه الفاحشة الفكرية أن يتثبت وأن يقرأ أولاً مقال مرجليوث صحيح يعني ده أبسط شيء لما أنا النهاردة أقول والله عصام القيسي سارئ من محمد شحرور ممكن لو سمحت تقرأ عصام القيسي وتقرأ محمد شحرور وبعدين تقول لي أما تقرأ الاثنين تلاقي الاثنين كل واحد فيهم في سكة وكل واحد فيهم منهج وممكن كمان تلاقي أنه عصام القيسي ضد محمد شحرور ممكن تكون النتيجة واحدة بس المنهج مختلف تمام والحاجات دي أحياناً بنسمعها بشكل غرائبي تلاقي مثلاً حد حاطت نصر بوزيد ومحمد شحرور في سلة واحدة يا عم الله يخليك اتنين ضد بعض تماماً اتنين واحد فيهم أكاديمي ونخبوي والتاني شعبوي ومش ممكن كده لا هو شايف كده هو شايف أنه بما أن الثلاثين بيشتموا الاثنين فيبقوا الاثنين ضد هو أسهل طريق يعني أسهل وبعدين كمان ما أصلوا المسألة هتوعب بقى تقول لي ده منهجه إيه وده منهجه إيه وده تعد في إيه وده تعد في إيه وده قدم إيه وده وجع عاش دماغ ده الاثنين هيروحوا منه خلصنا صحيح فهو الراجل قاله أنه واخد من مارجيليوس لما تقرأ مقال مارجيليوس تكتشف أنه أولا هو مش واخد منه كل واحد فيهم سكة صحيح كل واحد فيهم رايح لنفس النقطة لكن من طرق مختلفة وتكتشف أنه هما الاثنين تأثروا بابن سلام الجمحية يعني هما الاثنين أبناء التراث الإسلامي طبعا مع الفارق أنه طاحسين ابن اللغة وابن الثقافة وابن البيئة فقدر يعبر عن الفكرة بشكل أقوى وقدر يتوسع فيها مارجيليوس ما قدرش يتوسع فيها صحيح كان آخره فيها مقال يعني لكن تكتشف أنه فيه تبع والحقيقة أنه الناس الهجم وطاحسين بهذه الفرية ومع الأسف إلى الآن يقولون نفس الكلام الفارق ليس لهم أي عذر الآن على الأقل يمكن كان لهم عذر وقتها زي ما قلنا الغيرة لكن عبد الرحمن بدوي بعدها ترجم دراسات ومقالات المستشراقين على الشعر الجهلي وكانهم ضمنهم مقارة مارجيليوس فتقدر ببساطة تقرأ دي بالعربي وتقرأ دي بالعربي وتشوف أن النصين مختلفين الأدهى والأمر بقى أنه بعد هذه المعركة المفتعلة بسنة مارجيليوس نشر مقال نفى نفى أنه طاحسين أخذ منه حاجة وقال أنه بيتعجب من هذه المعركة المفتعلة اللي موجودة في القاهرة حول كتاب الشعر الجاهلي ومن نسبة المسألة لي وأنه اتاخذ منه بينما هو نفسه أرى الشعر الجاهلي واستفاد به ولقى فيه أفكار مش عنده خلص فمسألة في ممتعة الغرب يعني مارجيليوس نفسه يطلع أقولك أنا ما اتاخذش مني حاجة وانت تقوله لا انت تاخذ منك هو قد يرد قد يرد على هذا الكلام بالقول أنه طاحسين في الكتاب نفسه يعني يذكر سابكة المستشركين في هذا الموضوع فهو حتى بس نبين الموضوع هو كان يتحدث عن نولتكا وعن الفرد أو الفرد كلاهما كانت له بذور شكية في الشعر وهنا فرصة نحن نتكلم عن فكرة وصم الناس للتخلص من الأفكار فكرة الوصم أنه والله أنا هرايح دماغي خالص من منقشة أي فكرة وهنقول أنه لص أو أنه صنيعة المستشرقين ودي فكرة قديمة يعني من الغرائب والعجائب وده يقول لك ليه جيل طاحسين كان غاضب ومصمم على الصدمة الحضرية أنه رفاع التهطوي مثلا أنا آسف أن يخرج حاجة سغيرها لا لا تفضل تخليص الإبريز مليان انتقادات من رفاع التهطوي للفرنسيين في عقائدهم وفي أدبهم المرشد مرشد البنين مليان كلام عن مليان كلام شديد المحافظة عن المرأة وكلام يعني يكاد يكون هو الخطاب السلفي الآن الخطاب السلفي الآن بيقول الرفاع التهطوي قالوا وقتها عن المرأة وكل اللي طالب بيه الراجل وقتها أنه بس نعلمها يعني تدخل لمدارس بس فاعتبر رفاع التهطوي من أول ناس اللي أفكارهم أدت بالمرأة العربية والمسلمة إلى الانحراف وإلى التغريب وأنه من أكثر المغربين والمتفرنجين والمتفرنسين وكل هذه الأوصاف على رجل يصف الفرنسيين بأنهم كفار وبأن عقائدهم فاسدة وبأنه مش معنى أن عندهم تنظيم جيد في الحكومة أو علوم إنسانية علوم طبيعية جيدة أن احنا ناخد منهم كل شيء ونظرته يعني كانت اقترابه منهم كان حذر جدا جدا ومع ذلك هجم هجوما شديدا ويهجم إلى الآن إنه من رؤوس التغريب ومن رؤوس العلمانة وإنه كان فيه مؤمرة وإنهما لما راح هناك وجدوا فيه صيد سمين وإنهم التقطوا وإنهم جندوا وكلهم اتجندوا رفاع التهطوي اتجند والأفغاني الإيرانيين جندوا ومحمد عبدو الإنجليز جندوا وطوع حسين الفرنسيين جندوا كل الناس مجندين فوق أنهم مشهونين صحيح كل الناس أتباع للمؤمرة الأمريكية والصهيونية والغربية والإنجليزية والفرنسية إحنا بس اللي بندافع عن بيضة الإسلام فالمسألة بقت مبتزلة جدا ومع ذلك رائجة بتجيب فلوس لسه لسه بتجيب معهم جماهير وبتجيب معهم أولتراس وبتجيب معهم لايك دلوقتي بقى بعد السوشيال ميديا لكن الحقيقة غير كده خالص والحقيقة اللي وصلها الجيل اللي اشترك فيه هذا الهزل بس يعني اشتغل على نفسه غير كده خالص لما تقارن اللي قاله محمود شاكر وقت الكتاب وهو لسه طالب صحيح وتقارن بقى محمود شاكر بعد ما مات طاع حسين واكتشف أن الناس كلها بتتكلم عنه باعتباره من أعداء الإسلام فويف قال لهم لا يعني المسألة كده زيبت عن حدها مش للدرجاتي كان أشد الناس غيرة على اللسان العربي وأشد الناس انحيازا للثقافة العربية وما وجدته إلا كذا وكذا ومدح ومدح حتى الشيخ محمد الغزالي في أحد كتب أظن الحق المر أعاد الاعتبار لطه حسين وللعقاد والآخرين قال إحنا كنا نهاجمهم وكنا صحيح وأخطأنا اعترف بأمهم أخطأوا في حقه وقال هؤلاء لهم تراث حقلي هائل خدم العقل الإسلامي والعقل العربي والدكتور محمد عمارة أنا الحقيقة لافت نظري أنا طبعا خرجت من مصر 2015 فللأسف الكتب اللي صدرت في مصر من 2015 إلى الآن يعني مش كلها قدرت أوصلها وده كمان الكتاب كان صدر هدية مع مجلة الأزهر وقت ما كان الدكتور محمد عمارة رح نطلع عليه رئيس تحرير مجلة الأزهر لكن قريت عنه ريفيوز يعني أنه محمد عمارة كتب عن طا حسين أنت عارف هو كان كتب عنه في الإسلام بين التنمير والتزوير أربع خمس صفحات قراءة اختزالية الحقيقة كمان كانت صحوية أكثر منها فكرية لكن أعاد النظر في المشروع كله وقرأوا مع تطوره الفكري وهنا نقطة مهمة بنقولها للشباب اللي بتفرجوا علينا أنه المفكر ما بيتقريش من كتاب واحد ولا من مقال واحد ولا من موقف واحد المفكر بيتقري في كل مراحل حياته عشان تعرف هو كان فين واتطور إزاي ووصل لإيه محمد عمارة عمل ده في كتاب اسمه يمكن أنا مختلف مع العنوان لكن الكتاب كان اسمه طا حسين من الإنبهار بالغرب إلى أظن العودة إلى الإسلام أو حاجة كده أنا الحقيقة ما قريتش الكتاب لكن ريفيو بيقول أنه في نهاية عادل اعتبار له طا حسين جدا وشاف أنه نظرته القديمة فيه كانت نظرة خطئة ممكن نختلف في شوية التفاصيل مع الدكتور عمارة لكن المنحة العام جيد أن الناس تراجع نفسها وتراجع أفكارها وهما كمان يكونوا قوابين زي ما بيطلبوا من الناس نهم يكونوا قوابين أستاذ محمد الحديث معك شائق والموضوع شائق أنا ممكن أتفعلك فلوس ونعمل حلقات فعلا الوقت أدركنا عزيزي المشاهدين كنا في حوار ماتع مع الأستاذ والشاعر محمد طلبة نراكم في حلقة قادمة بإذن الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر